اشتركوا في القناة موضوع شيق هنتكلم فيه عن إعلام الحمل إعلام الحمل بس في البداية لازم ناخد الصفة التشريحية للرحم عشان نعرف أسباب الإعلام دي إيه بس قبل ما أبدأ في موضوع الحلقة عايز بس أسأل سؤال شهريت كله يجاوبني عليه أنت ليه بتروح للطبيب أو الدكتور أو الطبيبة بتستني بره ساعة أو ساعتين وتخش عنده وتقولي شكواكي ويتم الفحص والكشف وعدين تغذي رشدة وبعد كده تروح للصيدلية ييجي اللي هو قف للصيدلية اللي هو غالبا مساعد الصيدلية ومش للصيدلية إن الصيدلة بيحترموا مهنتهم جداً وبيحترموا التخصص جداً بيجي غالبا المساعد الصيدلية يوقف لك وقول للرشدة دي وقول لك لأ العلاج ده ما تغدهوش وانت تروحي فعلاً رمي الرشدة وما تغديش أي حاجة منها انت ليه بقى ده كله؟ تعبتي نفسك وعملتي ده كله أما في الآخر هتسمع كلام اللي واقف في الصيدلية ومش رشدة بتاعة الطب وغالبا زي ما بنقول اللي موجود في الصيدلية ده يعني إما بتبقى بنت معها ديفلوم إما ساعت يعني حتى أنا شفت الصيدلية الولد بتاعه اللي هو مسؤول عن نظافة بتاع الصيدلية بيستغل مثلا الدكتور الصيدالي داخل الحمام وبنبدأ يتعامل مع المرضى بمنتهى العظمة كده لأ العلاج ده ماينفعش في حالتك العلاج ده ممكن يعملك مشاكل وقف يا رشدة دي فر وانت فعلا بقى بتصدقيه وغبا رشدة بتتريمي وخلاص على كده انت متخيلين وانتهى العتها اللي بقينا فيه عمل ازاي؟ يعني انت روحت عن دكتور وانت واثقة فيه وما فيش دكتور احنا بنروح له بالصدر لا يعني احنا عادة في مصر احنا بنروح على السمعة بتاعة الطبيب احنا هنا يعني جزء التاعي لتأمين ده مش مفاعل قوي يعني احنا بنروح عند طبيب مش بنروح عشان احنا تأميننا على الطبيب ده لا انا بنروح على اسمه فلال واسمه فلال لو انا مش مجربه قبل كده فانا رايح على اسمه لان فيه حد في عائلتي مجربه او حد من اصحابي مجربه وعارف قدي ايه هو مؤهل وقدي ايه وهيضا بيحل المشكلة فانت بحتي ودبعت فلوس واستنيت وقت اقدي كده وضيعت اليوم وكشفت في الاخر الرشدة بيجي بني ادم او بني ادمة مش مؤهلين خالص ان هم يتعاملوا فحاجة طبية يقولك ما تخديش العلاج ده فتقوم ما تخدهوش ده في انت عملتي ده كله ليه عملتي تحاليل بقدي كده ليه دفعت كشفي ده كله ليه استنيتي ده كله ليه تعبتي نفسك ليه اما في الاخر هتروحي الصيدلية والولد بتاع النظافة او مساعد الصيدلي او البنت اللي معها دبلوم وقفة عشان ترتب الاكسسوارات بتاعت الصيدلية تقولك ما تخديش العلاج او ان دكتور ده كتب لك الحاجة دي او الجرعة دي زيادة عليك او العلاج ده مش مكتوب في حالتك فانت تقومي سامع الكلام وما تخديش العلاج دي نقطة عايز بقى كله كده يقومي على السؤال ده بصراحة شديد ليه بيحصل ده كمان بقصة الاطفال قصة الاطفال دي هو هنكلم عليها ان شاء الله ما يبقى معنا ضيف من اطباء الاطفال هنكلم عليها باستفادة احنا فترة الشتاء ودخلة الشتاء عدي على اي صيدلية كده يشوف المنظر الوقف فيها كمية اطفال وقفة بتتشكشك بكمية حقن رهيبة جدا كلها حقن غريبا مضدة حية يعني اي طفل بيعتص اي طفل بيقح اي طفل عنده دور فيروس عادي جدا وهو بياخد ثلاث أربعة ايام ويروح معها السوائل الدافية او مع التخزيك ويسه هو بياخد وقته ويروح مجرد بس بنيدي خوافض للحرارة لا احنا ما بنستخسر باننا نروح لدكتور اطفال احنا بنروح للصيدلية بنتعالك في الصيدلية والصيدلية اي علاج فيها بيبقى عبارة عن التالي الحقنة العظمة المركبة المضد الحيوي وعليه المسكن ويلا وشكشك في الاطفال دي كلها لغاية ما يخف هم كده كده هيخفوا واخدوا المضد الحيوي هيخفوا وما خدوهش هيخف بس هي الفكرة ان احنا بنعمل جريب جريمة اسمها تربية البكتيريا المقاومة للمضد الحيوي احنا لو فضلنا على كده كلها كام سنة وهايطلع لنا انواع من البكتيريا لا تستجيب للمضد الحيوي على الاطلاق تبقى عاملة زي فيروس كورونا جيد مش مستجيبة لأي علاج من العلاجات لأسف دي المصيبة وده اللي حصل برضو من سنتين ان فيه بلاد بدأ يظهر فيها انواع من البكتيريا لا تستجيب لأي انواع من المضدات الحيوي ده كله بسبب الممارسات الطبية والصحية الخاطئة والمخطئة في حق البناء ادمي احنا بنفكر احنا بنفكر غالبا كده مادية ازاي برضو يعني انا فاكرا ان انا هروع عند الصيدلية الفلانية فيقوم المحترم الوقف الصيدلية هيكشفها على العيل طبعا مش هاخد فلوس الكشف انا بغفرت كده فلوس الكشف بتاعة الدكتور بغض النظر بقى هيك بس مقابل ده هو هيديني العلاج تمام انتي مفكرتش ازاي ان هو انت ممكن ايه اصلا يطلعلك علاج باغلى من 8 كشف بكتية يعني انتي اللي وفرتيه مثلا وفرتيه 50 و وفرتيه 100 بتوع الدكتور هو طلعلك باكتر من 200-300 جنيه ادوية طفلك المفروض ما كانش ياخدها اتشكشك بيها عالفاضي عملت له مشاكل بعدك يعني دخلته في قصة كبيرة بعدك يعني ياريت نعقل نعقل بس الجزئية دي انتوا رايحين لحد غير مؤهل ان هو يتعامل في الفحصات والكشفات وبيصرف لكم علاج ما ينفعش يتاخد في هذه الحالات او علاج له من الاثرار الجانبية ما له ومعرض الطفل دي الخطر وبين زي ما نقول كده تمان شوية هنبدأ احنا اللي بنرب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوان يجينا نوع بكتيريا بعد دي كده مش هنقدر بقى نتعمى يعني بعمل زي فيروس كورونا كده اللي هو ايه كله قاعد يعني يحاول بس يكتشف له علاج لكن مالوش علاج بكتيريا شرسة جدا لتستجيب لأعظم المضادات الحيوان وققوا مضادات الحيوان في سوء ياريت نفوق القصة دي عدي على أي صيدلية دلوقتي هتلاقي كمية أطفال بتصرخ بطريع رئيب كله ده خل ياخد حقن 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 عشان بس الطفل بيسخن عشان الطفل بيعتص عشان الطفل بيكح تقول له في أطفالكو تقول له في الممارسات المخطئة اللي بتحصل في هذه البلد ده موضوع مهم كنت عايز تكلم فيه لو هنقعد بقى الصور نبدأ نتكلم كده واحدة واحدة تاني على الموضوع بتاعنا وهو قصة الرحم الرحم المرة اللي فاتت بدأنا ناخده وقلنا ان الرحم ده متكون من عنق رحم وجسم الرحم وان الجسم ده مائل على عنق الرحم بهذه الطريق ناخد أول تليفون أسماء من البهيرة تفضلي أسماء عليكم السلام علي صوتك شوية زرعتي يوم الاتنين اللي فات يعني النهاردة تسع يوم زرعتي يوم الاتنين اللي فات مش بتاعنا بارح النهاردة تسع يوم يعني تسع يوم النهاردة تمام اه فوالله حضرتك عايزة بتطمن بس عارف ازاي انا حاميك يعني انا الآن طيب انت عندي كم سنة يا أسماء عندي خمسة وقراتين واخدت العلاجات بتاعت بعد الزرع اه باخد ترحوان تسبيت وبرشان كنت أسي طيب يا أسماء هفض عليك يا داني ماشي يا دكتور وفي فرازات كده انا مثل عليا وساعد بجي لي مغس ونروح ماشي بس انا يعني انا يعني او عايزة بتطمن عشان انا كنت عاملها المرة كده محفظش نصير طيب يا بتعمي عرب ده عليك شكرا ان انا انا بنعمل تست امتى احنا بنعملش تست عادي في موضوع اه نقل الاجنة او موضوع الهقن المجاري او موضوع اطفال الانبيب احنا بنعمل على طول الاختبار الرقمي اللي بنبدأ به عشان بتحصل يعني مشاكل كتير بسبب التست العدي انا عملينا اجراء كبير وقوي فانا امروض بعد اسبوعين او 14 يوم او 15 يوم من عملية النقل بتعملي التحليل الحمل الرقمي او التراكمي عشان يبدأ يبين هل الدنيا فعلا ماشية كويس ولا لا بس اتبقى الحاجات التي انت حاسة بيها بتعمل نفسي كبير جدا يعني هو اصلا الحمل في اوله نفس اعراضه اعراض اللي بتيجي قبل الدورة اللي هو الالم اللي بيجي في الحوض او الاحتقام اللي بيجي في الحوض فما تلاقيش يعملي الاختبار الرقمي وان شاء الله خير المراضي بإذن الله بالنجاح والتوفيق نرجع لموضوعنا تاني موضوع الرحم ما الرحم زي ما قلنا المرة فاته كان الجسم الرحم مائل لقدام على عنق الرحم بزاوية معينة ومائل على المسانة وقلنا ده اسمه الرحم المائل للامان وده موجود 85% من الناس وفيه حاجة اسمها الرحم المائل الى الخلف ده موجود عند 15% برضو من الناس وده حاجة طبيعية جدا زي واحدة طويلة واحدة سيارة واحدة تخينة واحدة الطريعة لدي وحشة ولدي وحشة ولا دي عندها عيب ولا دي عندها مشكلة واللي عندها الرحم مائل للخلف بتحمل عادي وتولد عادي وبتعيش حياتها الزوجية عادي إنسانة طبيعية جدا وكلمنا على قصة برضو الممارسات المخطئة أن أنا أشوف بالصنارة أو بالفحص أن الرحم ده مائل للخلف فأقول للمريضة أنت عندك مشكلة وتبقى هي دي المشكلة أن أنا كده بعمل لها مشكلة قصة الرحم آه مائل لقدام مائل عن مسان ودي حاجة بقى بتشدنا كتير يعني أم مكة من المينيا تفضلي أهلا السلام عليكم أهلا السلام يا كاتب إزاي حضرتك الحمد لله عايزة أسأل حضرتك أنا معايا مكة وكنت والدة طبيعية تمام أجاني يعتبر سنة وأكتر من سنة ونص بصلة ليسيلة وكده ومحصلش حمل حدر كنت والدة طبيعية بتقولي يا كنت والدها طبيعية تمام بس إيه اللبن اللي بتاع شخصة طمطها بيروفه 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 حاجات تمشفه وكده عويته يعني حالدة كاترة بس بيرجعني فيه اللبن انت عندي كم سنة يا مومات؟ عندي ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين؟ اتأخرتي في الحملة قبل مكة ولا ما اتأخرتيش؟ اتأخرتي ثلاثة شهور لان كان عندي لحظة في الدورة الشخصية تخذ اللي هو زبط للدورة بس وعلى طول حصل حمل تمام لكن من بعد بنت دياتي مش عارف ايه تأخي الولياء وهل يا ترى ممكن يا مثلا يكون حصل انتبث الأنبيل مثلا ده ده مش مشهور مع الولادة الطبيعي يعني مشهور اكتر في القيسة بي حضرتك شعر الايام دياتي ينزل جانب ممكن مثلا يكون في حاجة ايه هو مثلا يكون مين يعني؟ ممكن يبدا كله ده يلقى ببعض انا هرد عليك اتمنى اجاوب على سؤالك عني ايه القصة كلها ليه علاقة ببعضها احنا بنسأل فيه تأخر اولي ولا لا عشان القصة دي عادة عادة اسباب التأخر الاولية لو اسباب هرمونية زي تكييس المبايد او زيادة في هرمون الزكورة بنحل المشكلة وبيحصل حمل بس المشكلة ملهاش حل نهاء زي قصة الضغط والسكة احنا بس ايه بنعالج الموضوع مؤقتا لكن حل نهائي لا احنا بنفضل المفروض محافظيين على نمط الحياة او اللايف ستايل اللي احنا ماشينا عن يعني لو فيه تكييس اه لازم الوزن ينزل لازم الهرمونات كلها تتزبط لغير ما يحصل تبويض ويحصل حمل تاني قصة القصة حتى موضوع شعر اليو قعدة لا انت لازم بقى تعملي بقى شوية تحاليل لازم تيجي تاني يوم الدورة تعملي بقى التحاليل اللي هي بتاعت الهرمون البروفاير كامل تيجي كله FSHL-HTSH-3T3-3T4 اكتبي ورايا مكا سيرام بورلاكتين وي اي تو وهتعملي كمان السيرام تستوسترون ليبن يعني اللي هو مستوى هرمون الزكورة عامل ازاي في الدم هتعملي فحص موجات صوتية عشان نشوف فيه تكييس ولا لا لازم القصة دي كلها تتصحح تاني عشان ترجعي تحملي تاني لكن قصة شعب السيرغة انلايكتي هنا ما بنطلبهاش عادة لو فيه تأخر حمل اولي او ثانوي ثانوي بعض الطبيعي يعني عادة بنشك اكتر فيك راحة في الحط قيصرية زايدة اي حاجة حصلت في الحط بنطلبها لكن ما بنبدأش بها في الاول كده لو ولده طبيعي نكمل موضوعنا تاني والرحم اللي ليه علاقة وطيدة جدا بالمسانع وان ده حاجة لازم تشد انتباهنا لنقطتين اولا الاوجاع اللي انت بتحس بيها فبطنك من تحت اسناء الهم لان الراحم ليه علاقة وطيدة جدا بالمسانع وراحم تعريبا ناية مع المسانع فكل ما الراحم بيجبر بيقلل من الكباسيتي او القوة المسانع او قبلية المسانع في احتواء البور بتقل فتلاقيك بتخش كل شوية الحمان وده عرض من عرض الحملة عادية جدا مش مشكلة تاني حاجة قصة الالام اللي بتيجي في بطنك من تحت او تقول انت بتحسيه كل ما البيبي بيكبر وخصوصا بداية من نص الشهر السابع فيما فوق يعني لغاية الولادة بتبدأ تحسي ان انت يحس فيه تقل جديد في الحوض عندي من تحت اكل شوية اخش الحمان بجيب نقطتين بس ما هي خلاص الراحم تقريبا مش سايب مجال المسانع خالص اي شوية بول بيحسسه المسانع ان هي خلاص اتملت على الاخر فبالتالي بتخش حم كديد ده نقطة مهمة جدا عشان الناس ما تعتقدش ان هنا في مشكلة او يروحوا لحد يقول لهم بقى انت عندك العيل ساعت في الحوض انت انت حسادة مش عارف العيل فين كلام بيتصدر ملوش اي اساس علمي ولا يعني كلمة عيل ساعت في الحوض دي انا صباحا دورت عليها في كل كتب النساء وكل كتب الولادة وكل المجالات العلمية والمقالات العلمية ملئتهاش يعني ملئش تشخيص اسمه عيل ساعت في الحوض دي خالص احنا بقى طلعنا الكلام ده منين انا مش عايا يعني احنا بنجيب الفوز اللي برا الطب دي منين ونصدرها للعيانين وانت كمان مش كسبان حاجة يعني انت بتعمل حالة هلع للمريض حالة هلع يعني ايه على ساعت في الحوض ما احنا يعني بتشعر فين اول ثلاث شهور بعيد اصلا رحم كله موجود في الحوض بعد كده بيقدر يكبر بالتدريج لغاية ما يملى تجور في البطن كله قصة انه هو فيه ضغط من تحت طبعا كل ما اللي رحم هيكبر هيعمل وزد بيتقل على المسانة بيتقل على العظم الحوض بيعمل برشار او ضغط اعراض كلها اعراض ضغط من تحت تاني نقطة هو موضوع الام العلاقة الزوجية الام العلاقة الزوجية دي هنعمل لها حلقة كاملة كده لوحدها الام العلاقة الزوجية تسعين في المية او اكتر من سعين في المية منها بسبب ريليشن دي وجود المسانة امام الرحم والمهبل اي التهابات في المسانة بتعمل الم مع العلاقة الزوجية وغالبا بيبقى ألم داخلي لهو انا حاسة بفضطني من تحت بوجع شيء جدا وبيقى يزيد مع العلاقة فعلا فضيع مع العلاقة لاني اي حرقة في المكان ده بتستفز المسانة اكتر واكتر يريدنا قبلنا من نقطة دي اكتر من تسعين في المية من الام العلاقة الزوجية الداخلية اللي بتحسر بفضطني من تحت سببها المثانة والتهابات المثانة هي نقطة مهمة جدا لو هنعرض السور هنلاقي بقى الرحم ده مربوط في عظم الحوض بأربطة كتير جدا عنق الرحم ليه أربطة وجسم الرحم نفسه ليه أربطة بس الأربطة الحقية اللي هي اللي فعلا بتثبت الرحم ربطة عنق الرحم في عظم الحوض لو نجيب ثالث سورة وسيد محمد نعرضها السورة اللي هي الانيميشن دي بين الرحم ده مربوط من وراء أو عنق الرحم مربوط من وراء بربطين فعظمة العجز اللي هو آخر سلسلة الضغم مربوط من قدام بربطين برضو في عظم الحوض من قدام لآخر سورة خالص تلت سور مربوط من قدام بربطين فعظم الحوض من قدام مربوط في جنب في جناب الحوض الكلام ده كله ليه تطبيقات كتير جدا وكلام كتير جدا بيتقال عليه ومفاهم لازم نصححها بصور القصة دي أولاً انتي فرضو فيجي على أول شهر الرابع اللي هو مرحلة خروج الرحم من أجويف الحوض أيواً هي الصورة الجميلة دي الراحم هو في النص قدام المثانة وراء المستقيم وعالجنبين فيه ربطين ربطينه من يمين وشمال فعظم الحوض من عالجنبين قدام فيه ربطين حولين المثانة من وراء فيه ربطين وبالتالي الرحم كله ما هيكبر هيشد على هذه الأربطة وخصوصاً في أول شهر الرابع أول شهر الرابع الشكوى العامة اني أنا حاسة بوجع مش قادرة فصر مني بس تسألها هو موجود في ظهرك من تحت أيواً ظهري من تحت شدد عليك وطنك من تحت وطني من تحت ما انت لو وصيتي بصي على الصورة دي تفهمي اللي بيحصل لك في أول الشهر الرابع رحم بيكبر فبيبدأ يشد على هذه الأربطة وهو طالع فبيبدأ يحصل الستريتش ده والستريتش ده أو الشد ده بيعمل الألم الخفيف اللي انت بتحسي بي لو ألم شديد حاجة تانية يبقى احنا لازم نبحث في السبب هو ليه ألم شديد لكن عادةً ده الفيسيولوجي كل ما الرحم هيجبأ ما تحسي بوجع في المناطق اللي قلنا عليها دي ليه؟ عشان الأربطة اللي رابطة الرحم في عظم الحوط تاني حاجة تطبيق مهم للقصة دي الرحم كل ما بيجبر بيملع تجويف البطن وبيزود الضغط داخل تجويف البطن لدرجة اني السمامات اللي حوالين الماء ده بتختل فبيبدأ يحصل لعملة الارتجاع يعني أي أكل التكليل بيرجع تاني وبيعمل حمود وهنا بنجي بقى للمشاقول الأجذوبة بقى لأنها كلمة مستفزة صراحة شعر العيل شعر العيل هو اللي عامل حرقها يا ستي إيه اللي جاب شعر العيل اللي جاب شعر العيل للمعدة فوق يعني أنت معدتك حرقاك حصل الارتجاع من عصرة المعدة للمريه إيه علاقة شعر العيل بالقصة دي شعر العيل إيه يعني ممكن أصلاً عيل يكون أقرع أصلاً في الآخر ما عفوش ولا شعر رويه إيه اللي يجيب شعر العيل وتلاقي بقى ده أنا بشوف ناس بقى مستففة كتير جداً تدخل عليك أنا عارفها طبعاً السبب فأنا قلت يعني فيه واحدة بتفهم أخيراً أنا هو في الشعب بقى تقول لي السبب إيه في قصة الحمودة دي عشان شعر العيل بدأ يطلع فقالله يعني يعني العيل جوه الرحم ويعني حواليه طبقات الرحم كلها ده شعره زي هيختارك يعني انتم تخيلين هو هو مش سمكة في حوض مية يعني بتسعى كده وبتجري في كل حتة عشان شعره يطلع يعني يشوك المعدة واللي يعمل هاي بس هو لأسف ده احنا عندنا لتا بتسمع كلام في المجال بتاعنا ده يعني ممكن يعمل لك توقف لعضلة القلب وهادة تقول لك أنا ممنوع حماتي قالتلي قوعة تهرش في بطنك لحسن تفقى عين العيل وهادة تقول لك أنا حماتي أو أمي قوعة تتقلب وانت نايم على حسن الحبل السوري يخنق العيل وانت نايم يعني المستوعبين الكلام اللي بيتقال هو ده هو ده الطب اللي بقى عندنا احنا بقى عندنا الطب بتاع الشهلة ده خلاص ده كثرة لا توزف الده كثرة سيب الده كثرة دولة على جنب يعني بنضح بس كده عشان يسمعونا نبض العيل ويقولونا ودو اللي بيت لكن احنا هنأخد التلام موسوق من أمهاتنا وحماواتنا هم دولة اللي جربوا هم دولة اللي حمله وولده وقده كثرة دول وولده هنتك دكتور ولد لكن احنا اللي جربنا جربنا شعر العيل وجربنا الحمودة وجربنا الطقل اللي بيجي منته والحبل السوري اللي بيتلفح حولين العيل والزغطة اللي بتيجي عشان العيل عطشان انا تخيل لو هنأحد يجيلا مثلا زغطة وهي حمل ربنا يا عافينا الجسم الرحم نفسه مربوط برضه بأربطة جسم الرحم بس دي رب أربطة مش قوية زي أربطة عنق الرحم الأربطة الحقيقية المكونة فعلا من أنسجة ضمة قوية واللي بتحمي الرحم من النزول أو بتحميه من المشاكل الكتير هي الأربطة اللي مسكة في عنق الرحم يعني جسم الرحم نفسه فيه ربطين مسكين من قدام مسكين جسم الرحم وهم اللي خلوه عامل كده يعني هم اللي خلوه مقل للأمان فيه ربطين روال رباط الدائري تفتكروا عارفين رباط الدائري ده ماسك فيه ماسك من جسم الرحم طالع للشفتين الخارجيتين من برة ودي معلومة مهمة جدا برضه في الحم بيجي لك شكوى كتير هو الشكوى دي أنا حاسة لأ مش تقلي بس من تحت أنا حاسة بوجع من برة في الشفتين الخارجيتين حاسة بوجع في الشفتين الخارجيتين ده سبب إيه؟ بسبب رباط الدائري ده اللي ماسك في جسم الرحم من فوق مخل الرحم مائل على المسانة ووصل لغاية ان هو ماسك في الشفتين الخارجيتين من برة لازم كل حاجة نستوعبها إن كان دي في السيولوج ولا مش في السيولوج يعني دي شكوى عادية بتحصل في الحمل ولا دي مشكلة مرضية وبتالي نهارده كده احنا بدأنا نستوعب قصة القلم اللي بتيجي مع الحاملة أسبابها إيه؟ إن كانت في الأول لما رحم بيبدأ يعمل شدة على الأربطة بتاعته أو في الآخر لما بيبدأ وزن البيبي يزيد وبالتالي بيعمل أعراض الوزن أو الضغط على العظم الحود اللي بتبدأ عادة من نص الشهر السابع نص الشهر السابع يبدأ وزن البيبي يزيد يبدأ بقى يصل لمحالة الكيلو ونبدأ يزيد تقريبا نص كيلو كل أسبوعين فبيبدأ بقى خلاص أنت كده بدأ يعني فعلا بتشعوري أن أنت شايلة شيلة شايلة شيلة ضغطة على الرائعة ضغطة على العظم الحود من قدام ومن وراء والحركة بتاعتك بدأت تتأثر ونفسك حتى بدأ يتأثر برضو الرحم من فوق يعوق حركة الهجاب الحاجز عندك فنفسك حتى ما بقاش زي الأول إن شاء الله في حلقة وحدها عن الألام ومشقة الحم وفي حلقة وحدها عن ألام العراقة الزوجية دي لازم هنعملها عشان برضو الموضوع شكوة ألم العاقة الزوجية دي هي الشكوة المدفونة دائما والمنسية واللي أنت لازم كطبيب بتسأل عليها ما فيش واحدة عادة بتيجي تسأل عليها يعني بتقول لك أنا عندي كذا كلهم تقريبا بقى في استحياء من النقطة دي ما حدش بيشتكي منها إلا ما تضغط عليها أو تقول لها كذا كذا الفقرة الجاية فقرة طبيب وطبيب ومفاجأة من العياب التقيل مع ضيف عزيز جدا وقو جدا في تخصص أمراض المفاصل الروماتيزم والمناعة بعد الفاصل ونستقبل دفعا إن شاء الله اشتركوا في القناة